اشتركوا في القناة 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 التعليم والتربية والنصائح والتلاميذ كيف يعتبرون بحل أولاده كما قد كان المدرسة هي الأم الثانية لنبعد للوالدين دابو اغتالوا بفوصة ولو كيتنمروا ويخدموا الدرالي الصغار مهم الحيوانات ولو كي يخدموا بيهم القيطات الكلاب هادش رعب بزاب بزاب خصومي يديروا لأنه إلا ما كانش عقوبة وإلا ما كانش أحبب وسلينا هادشي ديال اليوتيوب لإنستغرام والويفي رما أخدمش لنا هادشي في بلدنا لأن الطفل ما تكونش عنده حق الاختيار يعني تكون ندرس صغير يعني مثلا أنا صورتي ما غادي بالعكس غادي ما غاديش يعني ما غاديش يقول لا ولا آه ولا لذلك نتمنى أنه يكون واحد القانون صارين فتجاد لذلك الموضوع عادة وتوضع واحد القانون لك يحمي الأدفال من صوار بدون إذن آباء دياله كي اللي عجبتوا الفكرة عجبوا الفيديو بغتاجها كي اللي يعقب على المعلمة أنها صوراته فأنا كان يعني ما كان إيتش هاد الموضوع ديال أنه النصور والدرس نخليهم بعيد على الفيديو وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة أنا ضد هاد الشي اللي والتي يوقع أولا الناس اللي كي يديروا استغلال الأطفال من أجل البوز وخلق أشياء لصراحة ولات بشعة كنتبلينا بصورة بشعة كنتمنى أن هذا الشي ما يكونش ما يكونش لأنه صاحبها يعرض نفسه إلى المسائلة القانونية تحياتي ديروا لايك وبرتجيوا الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش تابونه وفلاشين وتفعلوا الجرس لتتوصل بكل جديد للا فاتمة